امتلئوا بالروح ورح نتكلم عن هذا الملء بالروح لكن لاحظ بالمقارنة بقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة يعني الشخص لازم يمتلئ بشيء معين وخلينا أقول في البداية كان في منطقة أفسوس في تجمعات الوثنيين وفي كان اجتماعات المسيحيين تجمعات الوثنيين كانت ماجنة وكانت عبارة عن انغماس في الشهوة وفي اللذات وشرب المسكر والخمر كان جزء من هذه الأمور التي كانت تقود للأمور الخلاعية هنا طبعا العبادات كان بيتخللها الإباحية مثلا أنا موجود حاليا تقريبا يعتبر المركز أفسوس القديم خلف مكتبة سلسيوس والأقواس ورائي اللي بتقود إلى السوق العام أو الأغورا التجارية أغورا تاعة الميناء إلى طريق المرفأ إلى الميناء القديم وأيضا ليس بعيد من هذا المكان في مكان كان يعتبر بيت مكرس للإباحية بيت للدعارة بنات مكرسات كجزء من العبادة فكانوا الناس يأتون إما لأسباب تجارية أو سياحية أو دينية أو رياضية فكان في علامات اللي بتأشر الدخول إلى هذا البيت فكانت الخلاعة ممتلئة في أفسوس أيضا فالرسول بولوس بيقارن ولا تسكر بالخمر يعني الشخص اللي بيكون تحت الخمر المسكر بيكون تحت التأثير بيكون شئ لنفسه في قوة أخرى مسيطرة عليه عم بتتحكم فيه بالمقارنة بل امتلئوا بالروح القدس لما حل الروح القدس في يوم الخمسين على التلاميذ في أورشاليم وابتدأوا يتكلموا بإلسنة وابتدأوا يتكلموا يشهدوا في شوارع القدس أورشاليم الناس ظنوهم سكارة بسبب الفرح لكن بوتروس وقف ووعز قال إنه مش الفكرة إنه إحنا سكارة لأنه بعدها الدنيا صبح فبولوس بيكتب لها الكنيسة من السجن بيعرف الظروف وبيعرف الأحوال في هذه البلدة وبيعرف عن تجمعات الوثنية فبيشجع الكنيسة وبحث المؤمنين أن لا يسكروا بالخمر الذي يؤدي ويسبب إلى الخلاعة وإلى الفساد وإلى الفجور وإلى الإنغماس في اللذات والشهوات على النقيد امتلئوا بالروح القدس كلمة الامتلاء تعني في لغتها الأصلية تعني التحكم أو السيطرة أن يكون الإنسان تحت سيطرة حضور الله هي نفس الكلمة تستخدم عن مثلا امتلأوا غضبا أو امتلأوا حزنا أو امتلأوا خوفا أو امتلأوا غيرة شو يعني امتلأوا خوفا؟ أن الخوف سيطر عليهم بنفس الطريقة يقول الرسول بولوس امتلئوا بالروح يعني عيش تحت قيادة وسيطرة الروح القدس بالمقابل عندما سيطر الروح القدس على الكنيسة الأولى كانت الكنيسة مرنمة وكانت الكنيسة فرحة وكانت الكنيسة شاكرة وكانت الكنيسة يعني تعتبر الآخرين وتقدم أحدها الآخر لأن الروح القدس الساكن في المؤمنين بيخليهم يكونوا شبيه شخص الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر